لدى لقاء سموه بالسفير السوداني لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أشهد بالعلاقات البحرينية السودانية المتينة وما تشهده من تطور في مختلف المجالات وأثناء سموه على ما حققته جمهورية السودان الشقيقة من تنمية وتطور بقيادة فخمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير فيما أعرب السفير السوداني عن فخره وسعادته بالعمل والتعاون مع حكومة مملكة البحرين برئاسة شخصية تاريخية تمثلت بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي كان لها دور كبير في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قد استقبل صباح اليوم بقصر الغذيبية السيد عبد الرحمن خليل أحمد أفندي سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين حيث أكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز مجالات التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون خاصة في مجال التجارة والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي وغيرها معربا سموه عن اعتزازه بما تبدي جمهورية السودان الشقيقة من حرص متبادل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون البناء والمثمر بين البلدين والذي يعزز من مجالات التعاون ويفتح آفاق جديدة تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين في المستويات كافة وأشهد سموه بالجهود التي قام بها السفير عبد الرحمن خليل أحمد خلال فترة عمله بالمملكة في دعم كل ما يدعم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين متمني سموه له مزيدا من النجاح والتفوق في المهام الدبلوماسية التي ستوكل إليه في المستقبل من جهته أعرب سفير جمهورية السودان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بكل ما يدعم تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين مؤكدا أنه شعر بالسعادة بالعمل في مملكة البحرين خلال الفترة الماضية وما لمسه من دعم من قيادتها الحكيمة بالشكل الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين